السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي شلوك الله اعطيكم العافية معكم محمد من قرد عزمة الاصدقائي بفيديو جديد وحلقة جدا مهمة مت موعدكم بالفيديو السابق واخيرا تم توسيق الاسكنات اللي راح تجي بالرويال باس بالسيزون 14 كل شي راح تشوفوا هالفيديو داخل السيزون 14 مت موعدكم بالفيديو السابق اتلكوا يا شباب خلنا نوصل فيديو خمس تلالف لايك فيديو السابق والله يعطيكم الف عافية يا شباب هيك عبتحفزوني هيك عبتسجعوني اكتر اني اجيبكن تسيبات اكيدة مية بالمية يا شباب ما راح نجيبكن فيديوهات كذب ورا نضيع وقتكن والاسكنات والاضافات كل شي بتكون بالسيزون 14 راح تشوفوا هالله بازل الله تعالى ورا اسحب خمس فائزين بالرويال باس بسبعمية وسبعين شدة فوريا شباب بشرطين بسيطين جدا جدا بعرفكم كفو اول شرط شباب عنا قناة اخي الزعيم بوجه له تحية كتير كبيرة قناة جدا انيقة وبتنزل فيديوهات كتير قوية شباب بالدجاج عذاب ما في انطلق على القناة يوفجل القناة باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس شباب والشرط الاول لصحب الفائزين لنوصلها القناة اكتر من الف مشترك شباب اكتر من الف مشترك لان جات شباب قناة تستاهل الدعم بوجه لصاحب القناة تحية كتير كبيرة انسان طموح وان شاء الله بتنجح القناة بدعمنا الو هي راح اشترك انا شباب ما كون شايفين وهفعل زر الجرس وهذا هو معنا شرط الاول والشرط التاني لنوصل لهذا الفيديو اكتر من خمس تالاف لايك بعرفكم كيفو شباب بنزل تحت الوصف اشترك القناة وفعلوا زر الجرس واشوفوا الفيديوهات الاكتر من الرائعة شباب وان شاء الله لأسحب خمس اشخاص بازل الله تعالى بهالفيديو بنهاية الفيديو يلا شباب خالنا نشوف باي تسريبات وعننا اول اضافة قبل ما انشاهد الاسكنات اللي راح تجي معنا بريال باس بسيزن الاربي طعاش هي بخريطة مينمار راح يكون في مود كامل على الخريطة بالفراعنة كل شي راح تشوفوه داخل الفيديوهات من داخل السيزن الاربي طعاش بس ننزل التحديث بازل لا تعالى في مود فراعنة جدا اوي في معنى الغاز في معنى شغالات شباب ما راح تخلوه ما راح تخيلوه ان شاء الله كلها تشوفها بازل الله تعالى بهالفيديو وطبعا شباب الاسكنات راح تجي معنى بwheل بالشباب هو انه اسكنات الفراعنة اكتير شباب تحزرنا انه انه هادا هو سكين الاربي مية شباب لسه ما بنعرف انه هادا هو اسكين الاربي مية اسكين الفرعوني لسه ما ان متأكديему منه شباب ان لو متأكد منه قلتلكو ان هادا هو راح ان شاء الله راح يكون اسكون الاربي مية بالسيزن عبات عش بس حاليا ما لي متأكد بس متأكد اني راح يكون في اضافة هدول السكنيات كلاته اللي شفتوها اللي عرضوا قدامكم بالسيزون 14 باز الله تعالى. في معنى هاد الخريطة وفي عنهم حدث كتير قوي وكتير ضخم شباب. راح يكون معنا باز الله تعالى بس نزل المود مت ما كون شايفين. عنا ساحرة عنا فاق الغاز كلاتهم بقلبها الخريطة. خلينا نشوف مع بعض شباب وبعدين نرجع لكم. متن ما كون ملاحظين شباب بالخريطة في متل اهرامات ديكون فيها فرعنة. وحتى في نقطة هون لسه حاليا. الله نكتشف الخريطة باز الله تعالى مع بعض. جات شباب شيء رائع. تدخل داخل الاهرامات بتلاقي فيه الغاز بدك تحل هالالغاز هاي وبتاخد بلوت وبتاخد شغالات اضافية هلا ما نشوفها بعض بالفيديو. ما كون ملاحظين كل شي فرعوني عنا هون باقج بدك تفكي الالغاز شباب لحتى تحسن اه تحصل ع هادا الباقج ما كون شايفين. في دوائر تصح تضغط عليها لسه لسه زي ما نزل المود ما بنعرف نشتغل عليه طالب الشباب بده شوية تفكيه لحتى نحسن اه نفك هادا اللغز هادا جات شباب شيء رائع. بتفك اللغز شباب بس فكيت اللغز فتحت الباقج واخدت منه موارد واخدت منه لوت اللي بدك يا انتي. شيء حلو شباب في منطقة تانية كمان فيها لوت كمان كتير رائع هلا ما نشوفها موما موسيقى متل ما كم لحظين شباب راح ينتهي الوقت وبس انتهى الوقت الاهرامات كلها بدي اتطير بالهوى متل ما كم شايفين جات شباب شيء خرافي الله كيف راي ينزل طلعوا شباب لمدة 50 سنة مكتوب هون كمانة خمسين سنة اتوقع راح اتطير راح ينزل ما فعرف خلناش نكتشف الفيديو مع بعض لا اشي حلو وين طايرين هالشباب هستدقى فهم انا وين طايرين وليش طار يعني هلا بنزل ما بموت اللاعب الها بضل فوق طلعش بكل ما لعب طير بالهوى طلعوا السباب صاروا بالهوى طلعوا يا الهي طبعا هون بعد ما خلص الوقت بعد ما خلص الوقت في هون عداد الوقت شباب خمس ثواني ضل معنا خمس ثواني بتوقع رجع ينزل مرة ثانية اللا هون دا هتطلع الاميرة اللا شو دا يصير هلا هون شباب ما كو شايفين بتحسن تبرق انت كمان هون واو شباب على التحديث الاكتر من رائع واو على الاضافة والله شباب راح خلوا الناس طبعا هلا انت هنا هتوقف متل بيديجارد راح يخلوا الناس تلعب تترك خريطة سنة هوك شباب خريطة عفوا ارينجل وتلعب بالخريطة ميرمار متل ما كو شايفين يعني انا شفت بعض الحكي وبعد هذا شباب اني راح يكون يطلع هون ساحرة خلنا نشوف خلي فعلون شباب واو متل مومياء شباب بتفعل متل مومياء ما كو شايفين بتطالع عقارب حياة بتموت شباب خلنا نشوف ده مش تبا حكتير كتير قوي ده مش تبا حكت كتير قوي ده مش تبا حكت كتير قوي شباب طبعا هدو بشلفوا عليك كمان سم يبدي اكون شباب بتقتل هدول بتاخد طلق طبعا هي مية قوي كتير اتوقع طالي واقف شباب والله شي حلو طالي شباب متل فرعون واو على عصبت اخد مننا لوت كمان اخد مننا لوت بس يا عفكرة مية قوية كتير شباب مية قوية كتير ابدا انا مستغرب شباب كتير كتير مستغرب باعرف كتبولي بالتعليقات شو رايكو به الموت طبعا كل مواتل انت هون اه افعى بطلع لك طلق شان ازا انتهى عندك طلق معه سكار يحول على سكار والله حول على سكار شباب ما كو شايفين غلا بياخد طلع هون طلق طبع هون راح تنتهي كمان هون راح تنتهي تموت شو دي طلع ازا ماتت ايه شو صار ازا ماتت شباب ما طلع من اشي ما طلع من اشي ما طلع من اشي وبظل لا ينسب الهواء هون كمان في عندك كمان الشيفرة بدك تفكي الشيفرة كمان لا جات شباب شي حلو هذا التحديث ازا بصير طبع ليش حاطين ماوس بارك الناس عبتع على الموبايل فيه كمان هون بج حاطينها شكل ماوس لا اخيرا نشوف ها بدا تتحزر هون كني شو هات شباب بدا تتحزر كني ها بدا تطبق الاشارة تحت بدك تحط اول شي الخوزة بعدين الافعة بعدين الهرة بعدين واو هلا فهمت شي شباب هلا فهمنا فيها لغزهم بدك تطبق شباب طبع منك حاطين تحت اشارة بدك تطبق فتحت اول شي هاي بعدين لازم يفتح الافعة تاني شي الافعة اخر شي الافعة والله شباب بعناها هلا خلال الفيديو هات فكت الشفرة واحد واحد اربعة ثلاثة اثنين حلو خلال هده الفيديو فكت الشفرة يانوب. واحد اربعة ثلاثة اثنين. الشيفرة. واحد اربعة ثلاثة اثنين. شباب جات شباب فكيت الشيفرة وانا لعب اشاهد الفيديو. طبعا زينزد بتموت شباب خلنا نشوف. واو بتنزم ميزلة ما بموت. التنزم بميزلة واو بضلوا هدوء بالهواء. ماكوا شايفين بضلوا بالهواء. يوم راح حصي مجازر ازا واحد ضل حاله. مستحيل واحد ضل حاله بخلط مي ماريك شباب. جات شباب كتير صعب. ازا واحد ضل. طاريب الهواء طالب شباب طاريب الهواء. واو. وحال اضافات وحال التحديث الاكتر من رائع. انا بصراحة شباب كتير كتير. عجبني الاسكنات اللي راح تكون بالرويال باس معنا برو سيزون اربطعش وعجبني هذا المود. شباب ماكوا شايفين عنا اهرامات طائرة اهرامات طائرة. جات شباب شيء حلو. وانتو اكتبوا لي تحت بالتعليقات شباب وعلاقكم واقتراحاتكم عليها. انا بالنسبة اليه عجبني كتير كتير. عكوحة شباب. اكتبونا تحت بالتعليقات وعلاقكم اكتراحاتكم. كهذا كلمة هناك على الفيديو. اهم شي لا تتسلونا من لايك من دعاكم جميل. اصحب ان شاء الله خمس فائزين بازل الله تعالى بالرويال باس بسيزون تلتعش مجانا شباب. بحال از وصلنا هذا الفيديو اكتر من خمس تالاف لايك. وازا بحال وصلنا قناة اخي الزعيم الى اكتر من الف مشترك. يالله شباب ان تقوموا على الفيديو. لا تتسلونا من لايك من دعاق جميل عن الفيديو كما اقول حمد. تبا قلاز ما فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.